هو الفرق جبيل جداً هو القانون 17 سنة 2019 لما تلع يعني هو كان فيه استعجال في طلوع لان كان فيه محظورات للتصالح تكاد تشمل كل المخالفات طب انت عامله ليه؟ يعني حاضر حوالي كل صور المخالفات مها محظورة فالقانون كان في تطبيقه يعني تطبيق أوضح السغرات السغرات اللي فيه دي كلها الحكومة تعاملت مع الموقف بدراسة قعدت تلسيني ونص من ساعة ما تلع في أبريل 2019 لغاية النهار ده ادخلت عليه تعديلات في شهر يناير 2020 بالقانون واحد لسنة 2020 بردك محلش معها الموقف لقت الدنيا مقفولة ولا عارفين يتصرفوا طب ده محظور وده محظور وده محظور فدخلوا بالقانون اللي اتحول لنا من مجلس نواب وكان فيه اتنين نواب واحد من التنسئية اللي نائب عمر درويش ونائب تاني الموانس ايهاب منصور كل واحد منهم اقدم بردك موضوع مشروع قانون طبعا مشروع قانون لازم ينضيلوا اكتر من سبعين ستين عدوا اللي هو العشر مجلس النواب فحاله التلت قوانين لمجلس الشيوخ واحنا بردك انا في الحتة دي اسمح لأرجع حتة صغيرة ورا لان القانون لما صادر عمل لغة في الشارع يمكن انا بعتبر القانون ده كان هو سبب في حتمية الاحتياج لغرفة التانية للبرلمان لان يعني في مجلس الشيوخ بيتمتع بالجزء المعين بحكم الدستور الجزء المعين بيبقى فيه خبرات جمدها ممكن الجمهور الانتخابات العادية ما تجيبش النوعيات دي ممكن مبقاش في النواب ولا مهندس مثلا ممكن مبقاش ولا طبيب فالمشارع لما عمل في الدستور تلت المجلس الشيوخ او الشورى زمان تزد الصغرات بيبقى فيه بيقى فيه العقود فده اوما دقوا ان ضرورة عودة المجلس الشيوخ بناء عليه رجع المجلس النواب اتخذ قراره باني يحيل المشروعين قانونيين النواب اللي قلت اسميهم والحكومة قدمت مشروع برضا والتلاتة راح قولنا قعد في المجلس عندنا اخذ ست جلسات كان فيهم نقاش على اعلى مستوى الحكومة كانت مستجيبة جدا للاراء الحكماء الشيوخ ووافقت على احنا قلبنا القانون خالص يعني طلعنا من ثلاث قوانين قانون نموذج للتشريع السليم اللي ممكن يتطبق فعليا تلافينا فيه الاثار اللي هي ترطبت على عدم تنفيذ قانون 17 الفرق بينهم ان المحظورات دا يعني كان مفاجئة برضك بالنسبة لنا ان هكومة تنازلت عن المحظورات دي اغلبها واجازت التصالح فيها لان دا بقى امر واقع امر واقع وناس امور لان شافت التطبيق العملية يستحيل يستحيل وتاني حاجة الناس دي يترطب على انها بقى فيه امور مستقرة لسنوات يعني فيه ناس سكنت وناس خلفت كل دا طب هي الازالة شبه استحالة وهم مش عددهم شوية دا اللي تقدم في التربط الصالح خلال الفطرة اللي فاتت دي اللي هي الفطرة اللي كانت مسموحة لما ادها رئيس الوزر ثلاث شهور تانيين او ثلاث شهور تانيين اتنين مليون تبنمية وخمسين الف طلب بس في نفس الوقت الاثنين مليون تبنمية وخمسين الف طلب انا متأكد وكل الاحصائيات بتقول ان هم اللي ما تقدموش قدهم مرتين يعني يكاد يكون العدد المخالفات توصل لتسع مليون طب التانيين ما قدموش ليه لان شايفين قدامهم صحيح ان القواعد كلها مقفولة بالنسبة